تحدث معك الدكتور عن بداية مرحلة الدراسة الصف الأول الابتدائي كيف بدأتها؟ نعم هذا ليس قصة عجيبة يعني بعد ما توفى الجدي رحمة الله عليه آثر والدي أن أستقر في مكة فبالتالي بدأ يبحث لي عن الدراسة الجد توفي في المرض هذا؟ نعم توفي في المرض هذا والوالد استقر مع أخوانه في مكة فآثر أني أدرس في مكة فدخلت مدرسة اسمها مدرسة عمر الفاروق في شارع المنصور وكان لي قصة عجيبة فيها أنه مع القراءة طورت مستواي إلى المرحلة السادس ابتدائي وأنا في هذا المكان وفي هذا البيت وقت والدي يمرض جدي رحمة الله عليه لم يكن عندي مشكلة إلا في الحساب والرياضيات وكاني أرث أرث أبي وجدي فكانوا لا يحبونها آآ ما يحبوا الرياضيات ما كانوا يحبونها كانوا يحبون المواد الشرعية واللغوية والأداب لكن يجوا عند الرياضيات أنت بالنسبة لك كانت عقبة فكانت برضو نفس الموضوع فما يعني ما ركزت فيها كثيرا ذهبت المدرسة فأول يوم ما تكلمت أخذنا الكتب والأشياء كانت المدرسة في ذلك الحين تستقبل كل الأعمار يعني كان العمر مفتوح أن يدخل أولى أو ثاني أو ثالث وكان فيها التقييم مبدأ التقييم أنه إيش مستواك وإيش ممكن توصل في تسنين يعني يقدرون أمرك كذا أو يقدرون مستواك العلمي أكثر السن ما عندهم مشكلة كانها لجنة وهذا كان عمري سبع سنوات أول ما بديت سنة أولى ففي ثلاثة أيام أنجزت كل واجبات السنة على الدفاتر والكتب واللي كانت حليتها كلها بخط يدي ففوجئ المدرس أحد المدرسين أني أنا كاتب فأول وهلة ظن أنه أحد كتب لي فقال إيش هذا يا محمود وإيش اللي سويته هذا مين اللي سوى هذه الأشياء قلت أنا قال إنت قلت قلت قال وفين تعلمت قلت أبي يعلمني قال ما صدك قلت طلعني الصبور قال طيب أطلع الصبور الله أكتب خاطئ يعطيني أملاء يعطيني الحمد لله يعني واثق من نفسي جهد أبي أثمر فأخذني من يدي وذهب للمدير قال هذا ما يصلح في سنة أولى خرب علينا حقه نقوله هذا عندنا لابد أن تشوفوا له حل فقال طيب سمع المدير الموضوع وكان في موجهين ومدرس أول من كل مادة والأشياء هذه كأنهم استشاروا خلال الأسبوع وقرروا أن يشكلوا لي لجنة يختبروني على الصبورة وأنا طفل سبع سنوات أولى ثانية ثالث رابع خامس الوالد لما سمع قال لي إذا قالوا لك بنصعدك أي سنة فوق رابع قل لا أبغى رابع عشان فيها اكتمال المواد وأطلع أقوى حكيم الوالد فكان الوالد ملم يعني علما وملم هذا لكن لم يأخذ شهادات لكنه تعلم عليها الجدي وتعلم في الحياة فأول ما شكلوا لي لجنة وفعلا خرجوا لي على الصبورة مواد أولى مواد ثانية مواد ثالث مواد رابع مواد خامس في خامس مسألة في الكسور الاعتيادية في الرياضيات التي لم أجيبها فأحد المدرسين قال هذا يصلح خامس ولا سادس فاستأذنت وقلت لهم والدي يطلب أن أكون في الرابع لأن فيها اكتمال المواد أشمل أي أشمل وأطلع أقوى كلهم أمضوا هذه الهد معنى تجاوزت أولى والصف الثاني والثالث وفي رابع يوم يعني بعد أسبوع أو أسبوعين تقريبا من المدرسة كنت في سنة رابع وحدثت لي عدة قصص فيها لأنه سني صغير وأجد من سنهم أكبر وكان أحد المدرسين يعني رحمه الله وكان متوفينا بكذا أنه أحيانا يأخذني بجسم الصغير وبسني لسادس وسادس في أشناب شكرا وقت فور مقطع رحمه رمز هوري يضع على الأدع يضع يضع يضع